موسيقى الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة في مسجد المشير تنطاوي بالتجمع الخامس الهلال الأحمر المصري يصل إلى رومانيا للمشاركة في جهود الإضاثة على حدود الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تدخل اليوم السادس عشر والكريملين يسبع عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي الثالثة مساء في القاهرة الواحدة بتوقيت جرينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاة الجمعة اليوم بمسجد المشير تنطاوي في التجمع الخامس وذلك تزامنا مع ذكرى يوم الشهيد كما أدى الصلاة مع الرئيس السيسي كل من الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الدخلية محمود توفيق وعدد من قيادات القوات المسلحة وكبار الرجال الدولة والمسؤولين كانت خطبة الجمعة بعنوان القيمة والتضحية في سبيل الله ومنزلة الشهادة حيث أكد خطيب الجمعة الشيخ سيد عبدالباري أن الاحتفال بيوم الشهيد يعرف أجي لنا الجديدة أبطال الأمة الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل وطنهم مصر داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها وقادتها وجيشها من كل شر استقبلت أكاديمية الشرطة عددا من أعضاء فرلمان الطلائع والشباب وشاهدوا المرافق والمنشآت الأكاديمية التدريبية والتعليمية وجانبا من تدريبات طلاب كلية الشرطة تأتي تلك الذيارات في إطار حرص الأكاديمية على تحقيق التواصل مع فئات المجتمع كفا أكاديمية الشرطة تفتح أبوابها لكافة فئات المجتمع ليتعرفوا على دورها في إعداد رجال الشرطة من هذا المنطلق استقبلت الأكاديمية أعضاء برنامج برلمان الطلائع والشباب الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة قرابة 200 شاب وفتاة يمثلون 18 محافظة نظمت لهم الأكاديمية يوما كاملا بنظام التعايش في تأكيد على أواصل الود والتلاحم بين شباب الوطن كقوة واحدة في مواجهة الأخطار احتكاكهم بطلاب أكاديمية الشرطة بيدي نوع من أنواع الانتماء والولاء للوطن لازم شبابنا يعرف من بداية ما هو داخل الكلية الطالب ده بيحصل فيه إيه؟ عشان يوصل أن هو يبقى ظابط يقدر يحمي بلده أعرفني الشرطة المصرية ومكانتها وعظمتها وللتعرف على دور الأكاديمية في إعداد ضابط شرطة عصري مسلح بالعلم والمعرفة والتدريب قادر على مواجهة التحديات والمستجدات شهد الشباب وخلال جولة تفاقدية في محراب الأكاديمية إمكاناتها اللوجستية والتعليمية والتدريبية من خلال مشاهدة عروض للطلبة في القوات البدنية والدفاع عن النفس والكفاءة القتالية والرماية بالأسلحة فضلا عن ميادين التدريب الفني الأمني على التخصص الوظيفي إمكانات أبهرت الحضور وأثنوا عليها شفت تدريبات صعبة وقصية بس هي بتطلع أسود أسود قادرة أنها تحمينا واتدفع عن بلدنا بيقدموا كمية مجهود عظيم وكمية مجهود وتدريبات كبيرة أوية وكثيرة جدا الطلبة وزمائلنا هنا في كلية الشرطة بيقدموها علشان خاطر بكرة وبعد ويقدروا لما يجوا يطلعوا يستوعبوا أو يبقوا جاهزين هم مؤهلين لأن هم يواجهوا الحياة العملية اللي بره يوم ممتع جدا جينا تعرفنا عن حاجات ما كناش نعرفها عن الشرطة التدريبات عادنا تفرجنا عن الشرطة تاريخ إنشاء الشرطة الشرطة هي حلم عظيم لكل شاب مصري أنهى السنوية العامة أو أنهى درجة البكاليريوس عشان يلطحق زيم دوت بحيث أنه يتعلم وينضم إلى ججال الداخلية وقد حرصت الأكاديمية على تنظيم عروض مميزة لكتائب الخيالة فاضلا عن الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة والحاضرة بفاعلية وقوة في مأموريات مكافحة المخدرات حاجات كتير قوي مختفية عن الشباب لم تيجت اللي هم بيشوفوا المنظر الخارجي بس لكن ما بيشوفوش المنظر الداخلي وبيشوفوش الأعداد الداخلي لرجل الشرطة إزاي بيتم إزاي إعداد رجل قانون ورجل شرطة إزاي اللي هم من خلالهم يقدروا يكافحوا فساد ينزلوا مصارح جريمة يقدروا يكافحوا إرهاب كل الكلام ده محدش يعرفه غير الزور الأكاديمية فعلا تجربة وخبرة كبيرة جدا لنا نحن نتكسبها النهاردة بحيث أننا نشوف أبطالنا وإخواتنا في كلية الشرطة وبنشوف هم قد إيه بيعانوا علشان يحفظوا على الوطن ويحموا الوطن وأشاد الحضور بالجهود المبذولة في إعداد وتأهيل ضباط الشرطة وبالفرصة التي أتاحتها لهم وزارة الداخلية لزيارة هذا الصلح الأمني المتميز إسهاما منها في تعزيز التعاون بين طلاب كلية الشرطة وشباب المستقبل وتعميق روح الانتماء لديهم تظل أكاديميات الشرطة صرحا تعليميا وتدريبيا أمنيا متميزا ومتفردا إقليميا ودوليا بإمكاناته التعليمية واللوجستية يفخر الجميع بالانتماء لها كما تحرص على استقبال الشباب ليشاهدوا إمكاناتها ودورها في إعداد رجال الشرطة ودعم القيم الإنسانية زيارات متتالية لكافة الفئات وبخاصة الشباب لأكاديميات الشرطة الهدف التعرف على مرافق الأكاديمية وكيفية إعدادها لرجل الشرطة بحيث يصبح قادرا على مواجهة التحديات الأمنية ويندرك ذلك تحت الدور الإنساني والاجتماعي للأكاديمية الهادف إلى تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع عبدالله بركات التلفزيون المصري استقبر سفير مصر في بوخارست مؤيد الضلعي كل من الدكتور محمود ثروة مدير إدارة الصحة بجماعية الهلال الأحمر المصرية ومصطفى رفعت مشري في غرفة عمليات الهلال الأحمر ومسؤول الإغاثة الدولية وذلك فور وصولهما إلى بوخارست من أجل المشاركة في الجهود الإنسانية على الحدود الرومانية الأوكرانية هذا وقد استهل فريق الهلال الأحمر مهمته في بوخارست بعقد اجتماعا مع سفير الضلعي وأعضاء السفارة وذلك للتعرف على التطورات الميدانية على الحدود الرومانية الأوكرانية وجهود الإغاثة والتي يتم تقدمها هناك من جانبها قامت السفارة المصرية في بوخارست بتنصيق تحركات الفريق المصري مع السلطات الرومانية لتيسير مهمتهم هذا وتستمر هذه المهمة مهمة الفريق المصري في رومانيا لمدة أسبوع وتتضمن المشاركة في جهود الإغاثة التي تقدمها منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية على الحدود نفى الرئيس الأوكراني بلاديمار زيلانيسكي اتهامات روسيا بأن أوكرانيا تستعد للرد بأسلحة كيموية أو بيولوجية موضحا أن الاتهام نفسه كان علامة سيئة في بيان قال زيلانيسكي أنه لم يتم تطوير أي مادة كيموية أو أي سلاح ضمار شامل على أرضه وتأتي هذه الرسالة في أعقاب إدعاء موسكو بأنها اكتشفت أدلة على أن الولايات المتحدة تقدم دعما ماليا لبرامج بيولوجية عسكرية أوكرانية قال الجيش الأوكراني أن القوات المسلحة أوقفت تقدم القوات الروسية على جميع الجبيهات في البلاد وفي بيان للجيش الأوكراني أكد أن القوات الأوكرانية أكبرت القوات الروسية على التراجع باكلانوفا مورافيكا شمالي كييف وتم إلحاق خسائر كبيرة من حيث القوى البشرية والأسلحة والمعدات في الجيش الروسية في المقابل أعلنت خدمة طوارئ الأوكرانية مقتل شخص على الأقل جراء ثلاث غارات جوية على مدينة دينيبرو وسط البلاد وقال وزير الدفاع الأوكرانية أليكسي رازينكوف قال أن القوات الروسية قتلت من المدنيين الأوكرانيين أكثر مما قتلت من الجنود داعيا إلى أن يكون هذا مسموعا ليس فقط في كييف وإنما في جميع أنحاء العالم أكدت منظمة الصحة العالمية أنها أوصت سلطات أوكرانيا بأن تقوم بتدمير مسببات الأمراض شديدة الخطورة المخزنة في مختبرات البلاد وذلك لمنع التصربات المحتملة وأوضحت المنظمة أنها عملت مع سلطات الطبية الأوكرانية على مدى عدة سنوات لتعزيز تطبيق ممارسات السلامة والأمن دون تقديم معلومات محددة حول أنواع مسببات الأمراض أو السموم المخزنة في المختبرات الأوكرانية أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التبع للأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني أن أكثر من مليوني وخمسمائة ألف شخص فروا من أوكرانيا حتى الحادي عشر من مارس من ناحية أخرى أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن ما لا يقل عن واحد وثمانية من عشر مليون شخص نزحوا داخل أوكرانيا من ويلات النزاع إلى غيابة المكهول قصة معاناة شعب أمس آمنا وأصبح مشردا على حدود دول الجوار إنهم الأوكرانيون الذين فروا من نيران القصف تاركين من ورائهم مستقبل لم تشرق شمسه وماض وراه الثرع آلاف بالملايين اللاجئين توجهوا إلى الدول المجاورة في اتجاه الغرب مثل بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والمغار ومولدوفا بينما ذهبت أعداد أقل بكثير إلى روسيا وبلاروسيا ومن بينهم سلك العديد طريقهم للولايات المتحدة وباقي دول أوروبا مشاهد تتحدث عن نفسها وتعقس معاناة تتكرر كل يوم فقد تختلف الوجوه طوابير ممتدة تصطف للحاق بحافلات لا يعلم بوجهتها أحد عنوانها الفرار ومستقرها في عالم الغيب وإن أدركته هنا دول أوروبا الشرقية تفتح أبوابها مجبرة ومرحبة باستقبال الفرين بعدما أغلقت أبوابها لسنوات تمام أقرانهم من لاجئ النزاعات الأخرى وهناك أوكرانيون يتكدسون في مراكز الإيواء بيلتشيك في انتظار فرصة حياة جديدة توفر لهم مأكلا ومسكنا وأمانا تركه تحت الأنقاض في أوكرانيا وعلى حدود الولايات المتحدة أوكرانيون أنهكهم الانتظار وأعياهم الأمل في المساندة سواء من الدولة أو من أقربائهم ممن يعيشون هناك ومن بين هؤلاء وأولئك أوكرانيون نجحوا في الفرار بحياتهم وظلت أذهانهم معلقة بأقرانهم ممن لم يحالفهم الحظ وعيونهم تتساءل متى يجمعون اللقاء وأخرون علقون في دول أخرى من قبل العملية العسكرية وينتظرون موعد العودة وربما وجهتها انتعذرت الديار هكذا باتت أحوال أكثر من مليوني ونصف المليون شخص خلال الأسبوعين الماضيين بحسب الأمم المتحدة أسبوعان فقط أبدلت أحوالهم وعلقت أحلامهم لحين إشعار آخر ترجمة نانسي قنقر دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للترحيب بالمتطوعين الذين يريدون قتال القوات الأوكرانية ومساعدتهم على الوصول إلى الجبهة وخلال اجتماعيه مع عضاء مجلس الأمن القومي وافق بوتين على مقترح بتزويد قوات لوهانكس ودونسك بأنظمة دفاع جوي وأخرى مضادة للدبابات وأمر الرئيس الروسي وزارة الدفاع بدراسة مخطط لتعزيز الجبهة والحدود الغربية في مواجهة تحركات حلف شمال الأطلسية قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تم إحراز بعض التقدم في محادثات موسكو مع أوكرينيا لكنه لم يذكر تفاصيل ذكر بوتين في اجتماع مع نظيره البيلاروسي أليكزاندر ليكوشانكو أن هناك بعض التحولات الإيجابية وأضاف أن المحادثات تتواصل عمليا على أساس يومي قال الكريملين أنه لا يستبعد عقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني وأضاف الكريملين في بيان له أن حلف النيتو يحشد قواته بالقرب من حدود روسيا الغربية وأن روسيا أبلغت الغرب بشكل متكارر عن المخاوف الأمنية بشأن أوكرينيا ولكن لم تحصل على أجوبة وأكد بيان الكريملين أن العقبات الغربية على روسيا كانت ستفرض في كل الحالات أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية شنت هبوما بأسلحة طويلة المدى عالية الدقة على مطارين عسكريين في مدينتي لوتساك وإيفانو فرانكفيسك الأوكرانيتين وعطلت هما عن العمل كما أوضحت الوزارة أن القوات الروسية دمرت 3213 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا قال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن إجراءات جديدة ضد روسيا ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا وفي وقت سابق ذكرت بعض وسائل الإعلام أن بايدن سيدعو إلى إنهاء العلاقات التجارية الطبعية مع روسيا ويعلن زيادة الرسوم على الاستراضي من روسيا وافق الكونغرس الأمريكي على حزمة التوارئ بقيمة 13 مليار و600 مليون دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا وحلفائها الأوروبيين وقال زعيم الأغلبية في مجلس سيوخ تشاك تشومار قال إن بلاده وعدت الشعب الأوكراني بأنهم لن يذهبوا بمفردهم إلى معركتهم ضد روسيا وبمجرد أن تمرر الولايات المتحدة هذا التمويل في فترة قصيرة فإنها ستفي بهذا الوعد تتوجه كمال هارس نائبة الرئيس الأمريكي إلى رومانيا لبحث أزمة اللاجئين المتزايدة في المنطقة بعد يوم من فشل المحادثات بين وزيري خارجية أوكرانيا وروسيا وذلك في تحقيق أي تقدم لوقف الصراع هذا وستلتقي هارس بالرئيس روماني كلاوس يوهانس في بوخاريست وهي ثاني محطة لها في رحلة تستغرق ثلاثة أيام في أوروبا الشرقية يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة طريقة بطلب من روسيا للبحث في ملف الأسلحة البيولوجية التي تؤكد موسكو أن أوكرانيا تصنعها بدعم من الولايات المتحدة تتهم روسيا حكومة كيف بأنها تدير بالتعاون مع واشنطن مختبرات في أوكرانيا وذلك بهدف إنتاج أسلحة بيولوجية وهو الأمر الذي نفته العاصمتان من جانبها ألمحت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن موسكو ربما تكون تماهد الاستخدام لاستخدام أسلحة كيموية أو بيولوجية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزب تور إلى الجمعة أن التكتل اقترح مضعفة تمويل أوكرانيا عسكريا عبر تقديمه لمبلغ إضافي قدر 500 مليون يورو وذلك لمساعدة كييف على مواجهة العملية العسكرية الروسية هذا ويناقش قادة الاتحاد الأوروبي في اليوم الثاني من قمتهم بمدينة فرزي بفرنسا عددا من القضايا من بينها تعزيز النموذج الاقتصادي للتكتل وخطة مفوضية لخفض الاعتماد على الغاز الروسي ثلثين هذا العام من جانبها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندلين أنها ستقترح تبني هدف استقلال الاتحاد الأوروبي عن الوقود الإحفوري الروسي بحلول 2027 حيث تقضي خطة المفوضية الأوروبية بتقليص الاعتماد على الغاز الروسي وخفض وردات الفحم والنفط من هذا البلد قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستلتنبرغ أنه يجب على الرئيس روسيف لديمير بوتين سحب قواته من أوكرانيا متوقعا فرض عقبات على موسكو من قبل حلفاء الناتو وأضاف في تصريحات رسمية صحفية أن هذه الحرب يجب أن لا تتوسع خارج حدود أوكرانيا وأكد أن الوضع في أوكرانيا يجب أن لا يصل إلى حرب للناتو مع روسيا لأن ذلك سيؤدي لوقوع مزيد من الضحايا داعيا جميع الحلفاء الأوروبيين إلى زيادة ميزانياتهم الدفاعية أعلنت استراليا أنها ستسير على خطة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بحظر استيراد النفط والمنتجات النفطية والغاز من روسيا وذلك على خلفية العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا وأكد المتحدث باسم وزيرة الخارجية مارس باين أن هذا الحضر الذي سيشمل واردات النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز والفحم من روسيا من المقرر أن يدخل حيزة تنفيذ بعد 45 يوما وهو ما سيتيح لشركتين فيفا أنرجي وإمبول الأسرليتين تسلم الشحنات المدفوعة من النفط الروسي أعربت مصر عن إدانتها بأشد العبارات استهداف مصفات الرياض لتكرير البترول بطائرة مسيرة وذلك في اعتداء إرهابي جديد على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة هذا وأكدت مصر مجددا شك بها تام لهذه الأعمال التخريبية الإرهابية والتي تستهدف المنشآت الحيوية وأمن وسلامة إمدادات الطاقة في المملكة كما جددت مصر قوفها الدائم بجانب الشقيقة السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها والسيادتها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة أعلنت وزارة الدفاع السعودية تحرير فتتين أمريكيتين من الاحتجاز بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة قوات الحوثي ونقلهما إلى العاصمة المؤقتة عدن ومن ثم إلى رياض وأكدت الدفاع السعودية أن تنسيق هذه العملية المشتركة بين حكومة المملكة والولايات المتحدة لإخلاء رعاية أمريكيين من اليمن تكسد متانة العلاقات الثنائية كما أنها تأتي استمرارا للتعاون العسكري والتنسيق الأمني المشترك لخدمة المصالح المشتركة وتحقيق الأمن الوطني للبلدين في العراق أعلنت هيئة رئاسة البرلمان العراقية تسلمها لطلبات 40 مرشحة لتنافس على منصب رئاسة الجمهورية وفي بيان رسمي أكدت الهيئة أن الأسماء ستعلن بعد الانتياء من عملية التطقيق وأكد نواب من البرلمان العراقي أن حديث بعض التحالفات عن أغلبية الثلاثين ما زال مبكرا وإلى الآن لم يتمكن أي تحالف من تحقيق الأغلبية المريحة والتي من خلالها سيمر مرشح رئاسة الجمهورية ترجمة نانسي قنقر جدد مدير عام منظمة الصحة العالمية دروس أدهنوم دعوته لتبني استراتيجيات فاعلة لمعالجة عدم المساواة في توزيع اللقاحات محذرا من أن التقاعس عن العمل يهدد بمعاقبة الأشخاص والبلدان الأكثر ضعفا في العالم وأضف أدهنوم أن البلدان ذات معدلات التطعيم العالية بدأت بالتخفيف من إجراءات الإغلاق ورفعها كذلك بينما تركت بلدان أخرى بمعدلات تطعيم واختبار منخفضة مشيرا إلى أن النتيجة هي أكثر من ستين ألف حالة وفاة في الأسبوع إلى جانب زيادة خطر الظهور متغيرات جديدة ولمزيد من المعلومات ينضم إلينا هاتفيا من فريس الدكتور رياضة عربي دقراوي الطبيب المتخصص في الطب المخبري والمناعة تحيتي لك دكتور رياضة دكتور رياضة برغم من قلة الأخبار عن كورونا هذه الفترة إلا أن الإحصائات تؤكد أن كورونا لم تنتهي بعد برجاء اللقاء أو إلقاء الضوء على هذا في عدد من الدول وهذا على كل يتبع دائما كل موجة تأتي بعدها فترة ينخفض فيها عدد حالات الجديدة اليومية المسجلة وبالتالي نحسب أن كل شيء على ما يرام وأن الوباء لم يعد موجودا وقد أصبح مستوطنا فقط بشكل خفيف ولكن في الحقيقة أنه حتى في فرنسا مثلا عندنا حتى هذه اللحظة بين 25 إلى 50 ألف حالة يوميا لو كان المتحور دلتا هو الذي موجود وسائد كما كان من قبل في نهاية السنة الماضية لكان ذلك إشكالا كبيرا بالنسبة لنا ولكن وجود أوميكرون هو الذي سمح بالتراخي قليلا ولكن مرة أخرى أقول أن الوباء موجود ينتقل الإصابة من شخص إلى آخر يجب دائما أخذ الحذر أنا مثلا وبسرعة شديدة كان عندي اجتماع مثلا لانتقاء المناوبات لعدة أشهر قادمة في المشفى وكان عندنا إنسان طبيب يعني كان عنده أعراض وكنا في نفس الغرفة وعلمنا في اليوم التالي أنه مصاب وبالتالي يعني عدم أخذ الاحتياط ولو كان في الوضع الحالي الذي نقول أنه لم يعود هناك شيئا يجب أن يكون دائما موجودا الاحتياط يجب أن يكون دائما موجودا لكن دكتور درقاوي ما تفسيرك إلى زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في بعض الدول عن غيرها؟ هو دائما يكون طبعا اللقاح ليس له علاقة خاصة بالنسبة للمتحور أوميكرون ليس له علاقة يعني إذا قلنا أنه مثلا في أقلية أفريقية بشكل عام هناك نسبة أقل من اللقاح وفي أوروبا هناك نسبة أكبر ليس هذا هو السبب الأساسي اللقاح يمنع قليلا فقط الانتقال من 10 إلى 20% مع المتحور أوميكرون وليس أكثر وبالتالي السبب الحقيقي هو قرب الناس من بعضها البعض وهو مرض تنفسي ينتقل بسهولة يكسر روزاز قليلا أن تكون الغرفة مغلقة أن يكون هناك إنسان عنده أراض ومطاب بدون أن يعلم الآخرين وبالتالي تنتشر هذه العدوى وهكذا تتابع انتشارها فيروس أوميكرون هذا يعني عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الحد من انتشار فيس كورونا أشكرك شكرا جزيلا الدكتور رياض عربي درقاوي الطبيب المتخصص بالطب المغبري والمناعة كنت معنا عبر الهاتف من فريس أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد أغلقت السلطات الصينية مدينة في شمال شرق البلاد في مسعى لوقف تفشي فيروس كورونا والذي بلغت الإصابات به أعلى عدد منذ عامين وأمرت مدينة تشانج تشون عاصمة مقاطعة جيليين والتي تعد مركزا صناعيا مهما أمرت السكان بالعمل عن بعد وسمحت لشخص واحد بمغادرة المنزل كل يومين لشراء الأساسيات اليومية فيما أكدت أنها ستجري فحوصا لكورونا واسعة النطاق وارتفعت إصابات كورونا في جميع أنحاء الصين إلى أكثر من ألف حالة هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ الأيام الأولى للوباء في عام 2020 أعلنت كورية الجنوبية إعفاء الأشخاص الوفيدين من الخارج الذين تم تطعيمهم بالكامل من العزل الذاتي الإلزامي ابتداء من يوم الحادي والعشرين من مارس الجاري أوضحت كورية الجنوبية أنه سيتم التأكد من سجل التطعيم عبر نظام الدخول المسبق لمعلومات الحجر الصحي عند الدخول وابتداء من الأول من إبريل القادم يمكن للأشخاص الذين تم تطعيمهم في الخارج تسجيل سجل التطعيم الخاص بهم في نظام الدخول المسبق للإعفاء من العزل الذاتي أكدت الحكومة اليابانية تقديم مساعدات نقدية ترئى لدعم الطلاب الأجانب الذين يوجهون صعوبات مالية بعد أن داخل البلاد عقب تخفيف قيود الحدود الرمية لمواجهة فيروس كورونا وذكرت وكالة الأنبال اليابانية أن المساعدات ستكون بقيمة تقربية حوالي 860 دولار أمريكيا وستقبل الحكومة أيضا طلبات للحصول على المساعدات النقدية من الطلاب اليابانيين والطلاب الأجانب الملتحقين بالفعل بالجامعات وكليات الدراسات العليا أو مؤسسات تعليمية أخرى ويعانون من تداعيات اقتصادية جراء الجائحة وفق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على زيادة كبيرة في الإنفاق العسكرية وصوت المجلس التشريعي على سياسات الحكومة الاقتصادية علاوة على مشروع موازنة يتضمن زيادة كبيرة بواقع 7.1% في موازنة الجيش وتعتبر هذه أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي خلال ثلاث سنوات قال مسؤولون من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية استخدمت في الأورانات الأخيرة ما سيكون أكبر منظومة صواريخ فلسية عابرة للقرار تملكها بيونج يونج في عملتي إطلاق سريتين ما قد يمهد الطريق لاستئناف اختبارات الصواريخ طويلة المدى وفي بيان رسمية قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كاربي قال إن الهدف من هذه التجارب هو على الأرجح تقييم لهذا النظام الجديد قبل إجراء تجربة على نطاق كامل في المستقبل ربما في صورة إطلاق فضائي زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج آن أحد مواقع إطلاق الصواريخ الرئيسة في البلاد ما يصلت الضوء بشكل أكبر على حملة بيونج يونج لبناء أقمار صناعية للتجسس وأثرت محاولات إطلاق الأقمار الصناعية السابقة لكوريا الشمالية انتقادات دولية لا تباريها وسيلة لتطوير الصواريخ بعيدة المدى يأتي تقرير زيارة كامل بعد يوم من أنباء عن زيارته للإدارة الوطنية لتطوير الفضاء الجوي في كوريا الشمالية المكلفة بتطوير الأقمار الصناعية أحيات اليابان الذكرى الحديثة عشر لقوع زلزال عنيف وموجاسة مد عاتية سونامي وما صحب ذلك من كارثة نووية دمرت المناطق الشمالية الشرقية لبلاد في الحادي عشر من مارس من عام 2011 وقد خلفت أكثر من خمسة عشر ألف قتيل أفادت وكالة الأنباء اليابانية الرسمية بأن البلاد تمكنت من إعادة بناء البنية التحتية في المناطق المتضررة بشكل كبير غير أنه ما زال هناك 38 ألف شخص مشردين بعد مرور أكثر من عقد من الزمان على وقوع الزلزال محليا في حياة كريمة أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي بأن برنامج تطوير الريف المصري هو مشروع قومي لم تشهده أي دولة من دول العالم وأنه سيتم تنفيذه على نطاق جغرافي غير مسبوك وباستثمارات تتخطى 700 مليار جنيه على مداري ثلاث سنوات لتغيير شكل الريف المصري ورفع مستوى المعيشة فيه وتحسين جودة حياة ما يقرب من 60 مليون مواطن جاء ذلك خلال استقباله ممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية في مصر لساندرو فاركاسيتي والذي أكد من جانبه أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية في المحافظات واهتمام البرنامج بتقديم كل سبل الدعم الممكنة فيما يخص برنامج تطوير الريف المصري بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحقيق الأهداف التي وطعتها القيادة السياسية في تنفيذ هذه المبادرة القومية أعلنت وزارة الصحة وسكان إطلاق 48 قافلة طبية مجانية في المناطق الذاتية والنائية والمحرومة من الخدمات الصحية خلال الفترة من 19 مارس الجري بجميع المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في بيانها أوضحت الوزارة أن القافلة الطبية سيتم توجهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومشيرة إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية شهدت قرية الموهوب بمدينة الداخلة بمحافظة الواد الجديد ختام أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي استمرت يومين بمقر الوحدة الصحية بقرية الموهوب هذا وتم توقيع الكشف الطبي للمواطنين بالقرية وصرف العلاج لنحو 650 حالة من المواطنين وستنطلق أعمال القافلة الطبية بقرية الموهوب بمدينة الداخلة والتي تضم أطباء استشاريين في جميع التخصصات الطبية وتنظيم الأسرى شهدت وزيرة التضامن لاجتماعين فين القباج توقيع خمس بروتوكولات تعاون بين الوزارة وعدد من المؤسسات ضمن فعالية ملتقى المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة الثاني عشر وتحقيقاً لأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعدف بروتوكولات التعاون إلى تقديم خدمات أهلية ذات جودة في قطاعات الصحة وتوفير مساكن أدمية للأسر الأكثر احتياجاً ضمن مبادرة سكن كريم وأحياء الحرف التراثية واليدوية وتدريب منظمات المجتمع المدني الصغيرة والمتوسطة نظمت وزارة الخارجية بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر مساء أمس ليلة مصرية لاتينية بالغردقة وبمشاركة ثلاثة عشر سفيراً من دول أمريكا اللاتينية وخلال الحفل أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون دول الأمريكتين السفيرة ماهي عبداللطيف أمقى العلاقات المصرية اللاتينية مستعرضة أهم المشروعات القومية التي أقمتها الدولة من مدن جديدة وطرق ومشروعات القطار الكهربائي ومدن الجيل الرابع ومشروع تطوير الريف المصري والمبادرة الرئاسية حية كريمة من جانبه أكد محافظ البحر الأحمر عمر حنفي أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود الدولة بالتعاون المستمر مع دول أمريكا اللاتينية في مجال التنشيط السياحية وتبادل الخبرات الصناعية والتجارية مواجها الشكر لوزارة الخارجية لجهودها الكبيرة للترويج لقدرات مصر السياحية والثقافية والاستثمارية التي تنفذها الحكومة هذا وتم عمل رحلات ترفيهية للسفراء بمتحف الغردقة ومتحف الأحياء المائية جاند أكوريوم النهاردة بالنسبة لزيارة تلطير من أمريكا اللاتينية وزوجاتهم إلى عروس البحر الأحمر الغردقة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية وضعتها وزارة الخارجية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالترويج والسياحة وتنشيط التعاون مع وتنويع العلاقات مع مختلف دول العالم الحقيقة وزارة الخارجية دي مش أول زيارة نظامها احنا نظمنا قبل كده زيارة لمدينة الجلالة ومتحف الحضرات وأطلقنا دعوة عالمية لزيارة مدينة الأسكندرية في شهر أكتوبر الماضي فده زيارة الرابعة الميدانية لمجموعة سفراء دول أمريكا اللاتينية بالتحديد والهدف من الموضوع ده عدة عناصر أول حاجة ترويج لقدرات مصر السياحية والثقافية والتجارية والاستثمارية وتاني حاجة إبراز جهود الحكومة المصرية الحالية في كل المشروعات الأملاقة اللي بتتم من البنية التحتية تحديث الطرق والكباري والمدن الجيل الرابع وحتى المبادرات الرئاسية الاجتماعية مثل مبادرة حياة كريمة وغيره أنا بعتبر الزيارة دي مهمة جدا هما بيتطلعوا لأن يزيدوا من الزيارات دي لأن كل سفير طبعا زيما حديثتك عارب بيجي يزور المكان بيرجع بيعمل أو بيرفع دعاية أو بيرفع تقاريره لدولته والحقيقة كان فيه إشهادة عالية جدا بالغردقة بصفة عامة ومستوى النظافة اللي موجود في المدينة ومستوى الفنادق والسياحة وخلافة سعيد بالتواجد في بديدة الغردقة بناء على دعوة من وزارة الخارجية المصرية من السفيرة ماهي عبداللطيف مساعد الوزير الشؤون الأمريكية والسفير أشرف مونير نائب مساعد الوزير الشؤون الأمريكية اللاتينية ساعدنا بلقاء السيد المحافظ في هذا المكان الجميل والهدف ليس فقط التبادل التجاري ولكن أيضا التبادل التجاري والاستثماري وزيادته ومرة أخرى أقول تحيا مصر وتحيا أمريكا اللاتينية أود الإشارة إلى سعادتي الكبيرة بزيارة هذه المدينة الجميلة ولقاءنا مع السيد المحافظ اللواء عمر حنفي في هذه المدينة الجميلة وأيضا أشير إلى زيارتي المتكررة إلى المتاحف في مدينة الغردقة وهي متحف الغردقة وأيضا متحف الأحياء المائية كان لنا فرصة أن نزور هذه المتاحف أمس وأيضا أننا نعمل جولة في هذه المدينة الجميلة أكدت وزيرة الدولة للهجرة والشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم أن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة في نسخة الجديدة يستهدف تعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في المجال الصناعي وخلال اجتماعها مع ممثل الوزرات والهيئات المشاركة في المؤتمر أوضحت الوزيرة أنه سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وإفريقيا وبما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القرى وألفتت وزيرة الهجرة إلى أنه من المقرر أن يناقش المؤتمر مجموعة من محاور الصناعة منها استعراض ومناقشة الاستثمار الصناعي وألية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر استعراضت وزيرة التعاون الدولي رنيا المشاط الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وجهود التنمية على مدار السنوات السبع الماضية واستعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ كوب 27 وخلال لقائه وزيرة شؤون جنوب أسيا والكومون ويلث اللورد أحمد لبحث العلاقات المشتركة بين مصر والمملكة المتحدة أكدت وزيرة التعاون الدولي أن هناك 20 مليار دولار تمولات من شركاء التنمية متعددي الأطراف وثنائيين خلال عامي 2020-2021 من خلال إطار مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائية نفى المركز العالمي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن تراوي عدد السفن المارة بقناة السويس تأثرا بالأحداث السياسية الدولية وقام مركز الإعلام لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس والتي أكدت انتظام عبور السفن والحاويات بالممر الملاحي للقناة وفقا للمعدلات الطبيعية حيث سجلت حركة الملاحة خلال شهر فبراير الماضي أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد معدلات عبور السفن والحمولات الصافية وقد عبرت 1713 تسفينة من الاتجاهين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أكد وزير البترول تارق المل على رؤية مصر الداعمة للقارة الأفريقية في تحقيق تحول متوازن ووقعي في مجال التاقة وفي بيانا أوضح وزير البترول أن الرئيس السيسي أكد التزام مصر بإعطاء القارة الأفريقية ورؤيتها في التحول العدلة للتاقة أهمية وأولوية قصوة خلال القمة العالمية للمناخ كوب 27 التي تصطدفها مصر في نوفمبر المقبل حيث شدد على أهمية توفير التمويل لدول الأفريقية لمعاونتها في مواجهة تغير المناخ بالإضافة لتأكيده على حق الدول الأفريقية في استغلال مواردها أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن دعم إشراك القطاع المصرفي في تمويل المناخ وصياغة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لخطة استثمارية من أهم مجالات التعاون القادمة وخلال لقائها بالمدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر يانك جيل مارك استعرضت وزيرة البيئة نتائج زيارته لمصر وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتحضيرات استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم كوب 27 وخلال الاجتماع ناقش الجانبان سبل ترجمة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 إلى خطة استثمارية شهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت عبر تقنية الفيديو كونفرنس توقيع اتفاق تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدا وجامعة لوم الماليزية يو اس ام بشأن منح درجة الماجستير في تخصص تحليل الأعمال ضمن مصار التكنولوجيا المالية للطلاب الملتحقين بمبادرة بنات مصر الرقمية وأكد وزير الاتصالات أن الاتفاقية تمثل أول تعاون مثمر على المستوى الثنائي بين مصر وماليزيا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما أنها أول اتفاقية توقعها المبادرة في مجال التكنولوجيا المالية من خلال منح الماجستير في تحليل الأعمال حيث يمثل هذا المجال أهمية كبيرة في المرحلة الرهنة مشيرا إلى أن مبادرة بنات مصر الرقمية تتضمن مجالات واسعة لخدمة متطالبات سوق العمل بالمستقبل وقع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ ووزير الخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية بجمهورية جنوب السودان ببروتوكول تعاون لتعزيز التعاون بين الجالبين وذلك بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة البروتوكول يشمل مجالات الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية كما يتضمن البروتوكول تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من تجربة الجهاز في عدة مجالات منها إعادة حيكلة المؤسسات الحكومية وإعداد التشريعات المرتبطة بالخدمة المدنية وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي وتخطيط القوى العاملة ومعدلات الأداء وذلك إلى جانب إعداد مدونة السلوك الوظيفي ووضع معايير حوكمة للاختيار والتعيين في الوظيفة العامة أكد محافظ القهرة خالد عبد العال ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لحجب أو احتقار السلع ومنع المغالاة في الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وأخلال اجتماعيه لمتابعة تنفيذ توجهات رئيس الوزراء بمجلس المحافظين وجه محافظ القهرة كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بالتوسع في قامة معارض أهلا رمضان لتوفير السلع التنمونية والمتجات الغذائية بأسعار مناسبة وتقديم عروض مميزة للمواطنين لتخفيف العبئ عن كاهلهم والتوسع في إقامة المعارض الثابتة والمتحركة ومنافذ البيع والشوادر بكافة أنحاء ومناطق القهرة تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد متولي الذي ولد في الحادي عشر من مارس من عام الف وتسعمائة وخمسة واربعين وترك مسيرة فنية مميزة منذ السبعينيات شارك الفنان الراحل خلال مسيرته في أعمال مهمة واستطاع أن يحجز مكانه في قلوب محبيه اشتركوا في القناة بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصري ولم يتبقى سوى أن نذكر حضراتكم بأهم العالم الرئيس سيسي يؤدي صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس الهلال الأحمر المصري يصل إلى رومانيا للمشاركة في جهود الإغاثة على الحدود الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرينيا تدخل يومها السادس عشر والكريملين لا يسترد عقد لقاء بين بوتن وزلنسكي شاهدين وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري نشكركم على حسن المتابعة شكرا لحضراتكم لتيب المتابعة ودومتم في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة